بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وانساء وانتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا وآتوا اليتاما مغالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالتيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تغسطوا في اليتاما فانكحوا ما تاب لكم من النساء مسنا وسلاس وربعا هنيئا مريئا ولا تأتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلقوا النكاحا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالكم ولا تأكلوها إصرافا ولا تأكلوها إصرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ومن كان فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نسيب مما ترك الوالدان وللنساء نسيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه وكسر نسيبا مفروزا وإذا حذر القسمة أولو القربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم غولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بتونهم نارا نارا وسيسلون صعيرا يوسيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذل أنسيين فإن كنا نساء فوق أسنتين فلهن صلوصا ما ترك وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الصدوص مما ترك إن كان له ولدون فإن لم يكن له ولدون وبرسه أبوه فلأمت الصلوصو إن كان له إخوة فلأمي الصدوص فلأمي الصدوص من بعد وسيية يوشي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا فريزة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزباجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربوء مما تركوا مما تركوا من بعد وسيية يوشي بها أو دين ولهن الربوء مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الصمن وفلهن الصمن مما تركتم من بعد وسيية توسون بها أو دين وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة يورس كلالة أو امرأة أو لهواخ أو أخت فلكل واحد منهم السدوص فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم شركاء في السلص من بعد وسيية يوسى بها أو دين عير مزار وسيية من الله والله عليم حليم تلك هدود الله ومن يتع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنعار خالدين فيها وذلك الفوز العزيم ومن يحسي الله ورسوله ويتأدى ودوده يدخله نارا خالدا فيها ولغ عذاب محين والله يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللغان يأتينا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرزوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا زر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك عتتنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لك وانترسوا النساء كرحا ولا تعزلوهن لتضابوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسا تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وما تعزونه بغتانا وإسما مبينا وكيف تعزونه وقنفزا بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميساقا قليزا ولا تنكر ما نكحاباؤكم من النساء إلا ما قد سل فإنه كان فاحشة ومغتا وساء سبيلا هرمد عليكم أماتكم وبناتكم وأخذاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات العاخ وبنات العخت وأماتكم وأماتكم والله يرزعنكم وأخذاتكم من الرزاعة وأمات نسائكم وربائكم والله في حجوركم من نسائكم والله دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم والذين من أسلامكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سل فإن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملك ديمانكم كتاب الله عليكم وأهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتقوا بأنبالكم أن تبتقوا بأنبالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريزة ولا جناح عليكم فيما ترازيتم به من بعد الفريزة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم تولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملك ديمانكم من فتياته فالفتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعزكم من بعز فانكحوهن بإذن أحلين وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات والمسافحات ولا متخذات أختان فإذا أحسن فإن آتين ولا متخذات أختان فإذا أحسن أحسن فإن آتين بفاهشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي لا أنت منكم وأن تسبنوا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويحتيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله أليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشابات أن تميلوا ميلي ميلا عزيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلف الإنسان الزئيفة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَنْفَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً مَعَنْ تَرَازٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك أدوانا وزلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنب كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله بي بعذك على بعذ ذل للرجال نسيب مما اكتسب وللنساء نسيب مما اكتسبنا واسعلوا الله من فزله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مبالي بما ترك الوالدان والأقربون والذين اغدت عيمانكم فآتوهم نسيبه من الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعذا ولا بعذا وبما أنفق من أنفالهم فالسالحات قانتات حافزات للقيب مما فضل الله واللاتي تخافون نشوزهن فإزوهن واحجروهن في المزاجع وازربوهن فإن أتعنكم فلا تبغوا أليهن فلا تبغوا أليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينيما فابغسوا حكما من أهلي وحكما من أحلاء يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وعبدوا الله ولا تشرك بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك ديمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فزلي واعتدنا بل للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أنبالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له غرينا فساء غرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يزعفها ويؤت من لدنه أجرا عزيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يبدوا الذين كفروا أسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاروا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت آوى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا تيبا فامسحوا بمجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا قفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يشتربون الظلالة ويريدون أن تزلوا السبيل والله أعلم بأعدائك وكفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا من الذين هادوا يؤرفون الكلمة عن موازئه ويقولون سمئنا واسينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنة وتعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمئنا واتعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأغوما ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نظل مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس بجوها فنرد على أدبار أو نلعنهم كما لأننا صحاب السبت وكان أمر الله مفهولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عزيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله لكذب وكفى بإسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاقوت ويقولون أولئك الذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن من يلعن الله فلن تجد له نسيرا أم لهم نسيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نغيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فزلي فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عزيما فمنهم من آمن به ومنهم من سد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليزوغوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متقرة وندخلهم زلا زليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس عيد أن تحكموا بالعدل إن الله نئما يعزكم به إن الله كان سميعا بسيرا يا أيها الذين آمنوا أتيء الله وأتيء الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تعبيلا ألم تر إلى الذين يضعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا بي ويريد الشيطان أن يزلهم ظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يزدون عنك سدودا فكيف إذا أسابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأأرز عنهم وإذا هم وقل لهم في أنفسهم قولا بليقا وما أرسلنا من رسول إلا ليتعى بإذن الله ولو أنه إذ ذلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يعكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم عرجا مما غذيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعزون بي لكان خيرا لكلهم وشد تسبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يتع الله هو الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأسن أولئك رفيقا ذلك الفزل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا عذركم فانفروا صبات وإن منكم لمن ليبتعن فإن أسابتكم مصيبا قال قد نعم الله عليّ إذ لم يكن معهم شهيدا ولئن أسابكم فازل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مبتة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عزيما فليغاتل في سبيل الله الذين يشرون العياة الدنيا بالآخرة ومن يغاتل في سبيل الله فيقتلوا يغلم فسوف نؤتيه أجرا عزيما وما لكم لا تغاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والملدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه الغنية الظالم أحلوان واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نسيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاعوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان رعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديك وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتم عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا واخرتنا إلى أجل قريب قل متاء الدنيا غليل والآخرة خير لمن اتغى ولا تظلمون فتيل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقوون حديثا ما أسابك من حسنة فمن فمن الله وما أسابك من سيئة فمن نفسك وارسلك لنفس للناس رسولا وكفى بالله الشهيدا من يتيه الرسول فقد أتاء الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون تاعة تاعة فإذا برزوا من عندك بيتا تائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرز عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند قير الله لبجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من العمن أب الخوف أزاعوا بي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فزل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرز وعرز المؤمنين من عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نسيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت وإذا هويتم بتهية فحيوا في أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أستغ من الله عديثا فما لكم في المنافقين فاتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تأتوا من أذل الله ومن يزلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سباءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجروا في سبيل الله فإن تبلوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميصاق أو جاءوكم عسرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلته عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم عيث سغفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رغبة مؤمنة وديا ودية مسلمة إلى أخلي إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينك وبينهم ميصاق فدية مسلمة إلى أخلي وتحرير رغبة مؤمنة فمن لم يجد فسيام شحرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا مؤمنا متأمدا فجزاؤه فجعنم خالدا فيها وقذب الله عليه والعنى وأدله عذابا أزيما يا أيها الذين آمنوا إذا ذربتم في سبيل الله فتبين ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الآيات الدنيا وإن الله مقانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين قير أولي الزرر والمجاهدون في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم فذل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفذل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عزيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رهيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسئة فتواجن فيها فأولئك مأباهم جهنم وساءت مسيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون السبيلا فأولئك صلى الله أن يأفوا وانقوا وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقما كثيرا وساءتا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك فالموت فقد وقعا جروا على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا زربتم في الأرض فليس عليكم جناع أن تقسروا من السلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم السلاة فالتقم تائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي تائفة أخرى لم يصلوا فليسلوا لم يصلوا فليسلوا معك وليأخذوا حزرهم وأسلحتهم والدى الذين كفروا لو تغفلون أنا أسلحتكم وأمتعتكم فلفيميلون عليكم ميلة واهدة ولا جناع عليكم إن كان بكم أزم من من متر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تقعوا تاسعوا أسلحتكم واخذوا إزركم إن الله أدى للكافرين عذابا مهينا وإذا غزيتم الصلاة فازكروا الله قياما وقودوا على جنوبكم فإذا تمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانوا على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تين في ابتقاء الغوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعمل تعلمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنذلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائفين خسيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلا الله لا يحب من كان خوانا عسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسي وكان الله عليما حكيما ومن يكسب ختيئة أو اسما ثم يرمي به بريعا فقد اهتمل بهتانا واسما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة ورحمة لهم التائفة منهم أن يزلوك وما يزلون إلا أنفسهم وما يزرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وألمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك آزيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدغة أو معروف أو إسلاك بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عزيما ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما دولى ونسله جهنم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ذل ذلالا بعيدا إن يدعون من دوني إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وأنه الله وقال لا أتخذن من بيء من عبادك نسيبا مفروزا ولأزلنه ولأمنينه ولآمرنه فليبتكن آذان العنعام ولآمرنه فليقيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا أولئك معظاهم جهنم ولا يجدون عنها مهيسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تهتي على انعار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أستق من الله قيلا ليس بأمانيكم بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يعمل من السالحات من ذكر نونصا وهو مؤمن فأولئك يدخنون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم أنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السمابات وما في الأرض وكان الله بكل شيء مهيتا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لغن لا تؤتونهن ما كتب لغن وترقبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إئرازا فلا جناح عليهما أن يسلحا بينهما صلاه وصله خيرا وأخذرت الأنفس الشحة وإن تحسن وتنتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو أرستم فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمؤلغة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشع يضعبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك غديرا من كان يريد سباب الدنيا فعند الله سباب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بسيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط جهداء لله ولو على أنفسك وبالوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فغيرا فالله أولى بهم فلا تتبعوا لابا أن تعذلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسولي والكتاب الذي نزل على رسولي والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر واليوم الآخر فقد زل زلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوزوا في حديث يخوزوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قال ولم نكن معكم إن كان للكافرين نسيب قال ولم نستحوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى السلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين بين ذلك لا إله أولئي ولا إله أولئي ومن يزلل الله فلن تجر له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نسيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجحر أرم السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان أفوفا غديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون هقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورا وكان الله غفورا رحيما يسأل كهل الكتاب أن تنظل عليهم كتابا من السماء فقد سعلوا موسى أكبر من ظالك فقالوا ورن الله جهرة فأخذتهم الصائغة بظلم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وعتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الدور بميساغهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميساقا قليدا فبما نغزم ميساغهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم العنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قلف بل تبع الله عليها من كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح إيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبالهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الزن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبزلم من الذين آدوا ورمنا عليهم تيبات أهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وآه وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلم أموال الناس بالباتل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين السلاة والمؤتون الذكاء والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا أزيما إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعدي وأوهينا إلى إبراهيم وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبات وإيسا وأيوب ويونس وغارون وسليمان وآتينا دابود زبورا ورسلا قد غسسناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله وجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا سدوا عن سبيل الله قد ذلوا زلالا بعيدا إن الذين كفروا سلموا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جعنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أحلى الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح إيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسة انتحوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبعانا أن يكون له ولد له ما في السماوات أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون أبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن إبادته ويستكبر فسيحجرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم من فزله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا يا أيها الناس قد جاءكم برعان من ربكم وأنثلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتزموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويحديهم إليه سراطا مستقيما يستفدونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرأون عليك ليس لو ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرسع إن لم يكن لها ولد فإن كانت أسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا وإن كانوا إخوة الرجالا ونساءا فللذكر مثلوا الزلؤ سين يبين الله لكم يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم